جزاية تانية وده ينفرد لنا النهاردة من خلال شاشة قناة الاهلي بس قبل ما ادخل في التفاصيل في نقطتين مهمين جدا عايز اركز عليهم بس عشان الناس لما تسمعنا محدش يكتزئ الكلام من النص او يشيل المقدمة ويدخل في التفاصيل من غير ما يسمع المقدمة والذباجة اللي انا هقولها الكلام اللي جاي ده مالوش علاقة اطلاقا بالاشقاء في المغرب لا لا علاقة بنادي الوداد ولا بجمهور نادي الوداد ولا بالاتحاد المغربي ولا بالمسؤولين ولا بالجماهير المغربية والله العظيم كامل الاحترام والتأدير ليهم وكامل الاعتزاس ليهم واحنا بنسعد دايما لما بنكون موجودين في المغرب لكن بأكد للمرة التالتة او الرابعة واكدت دفع اكتر من حلقة احنا بنناش قضية مع الاتحاد الافريقي لان نخدوا بالكم في 2019 الودادة ظلم وفي 2022 الاهل تظلم وفي 2024 او 2023 الله اعلم الدور على مين فالقصة مش مع الوداد ولا مع الاشقاء في المغرب النهاردة ليك بقر عليك ركزوا في الجزية دي انتوا يا ما اشتكيتوا من اللي حصل في نهاء رادس واحنا كنا اول اتدعمين ليك وعارفين ان القضية دي الودادة ظلم فيها وكنا عارفين الودادة كان عنده حق فالمرات دي لما بندفع بندفع عن الحق مش بندفع عن اسم الاهل عش الاهلي مجرد ان احنا نادي بننتمي ليه لا احنا بندفع عن الحق لو القضية دي فيه خطأ من عندنا استحالة كنا نتكلم فيها المغرب ليه الحق انه يطلب التنظيم والمغرب ليه الحق انه ينظم لكن التوقيت اللي تم اتخاذ في القرار هو اللي فيه مشكلة ليه بقى انا لا هتكلم عن المقارنة ما بين ملف ملاعب نهاية دور الابطال والكونفدرالية احنا استعرضناها قبل كده وقالنا خلاص المعايير واحدة ففكرة اصلا نيجيريا هتنظم لان ما تنطبخش عليها معايير دور الابطال تدع الكلام في الهوى مش حقيقي ولا هتكلم على توقيت القرار لان اتكلمت عليه قبل كده وقالنا القضية مشكلتها في التوقيت اللي اتخذ فيه القرار كانت حددت خلاص اطراف المربع الزهبي والناس عرفت بنسبة 90% بعد نتائج الزهب مين اللي يلعب فينال وده اللي حصل الاهل والوداد في الفينال ولا هتكلم على توقيت انزحاب السنغال كل ده مش هتكلم عليه واكدت على الاعتزاز بالمغرب وبأكد تاني على الجملة الاساسية اللي قالها الاهل في بيانه الرسمي اول جملة ان الاهل بيعتز جدا بالجماهير في المملكة المغربية وبالمسؤولين وكل الاندية هناك في المغرب لكن نروح بقى للانفراض النهاردة المتعلق بالاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي بيشتغل ازاي بيدير المؤسسة دي ازاي هل فيه يعني عمل مؤسسي ما بين اللجان والمكتب التنفيذي ولا ما فيش تعالوا عشان نشوف اللي حصل خلال الاسبوع الماضي ايه اللي تكتب في التقارير وايه الحيسيات اللي طلعت بيها لجنة الاندباط في اجتماع يوم 9 مايو وفي اجتماع يوم 15 مايو عشان نشوف الحيسيات دي بناء على تقارير مراقب الامن ومراقب المباراة مدى اتصاقها مع قرارات المكتب التنفيذي هل المكتب التنفيذي بيتابع عمل اللي جان ولا الناس بتقعد مع نفسك ده وتاخد قرارات واللي جان تشتغل في سكة تانية لوحدها تعالوا مع بعض نشوف يوم 9.05 كلام ده مش بعيد يعني بنتكلم من حوالي 6-7 ايام كان في اجتماع للجنة الاندباط بخصوص الاحداث اللي شهدها مركب محمد الخامس في مباراة شباب بولزداد والوداد المغربي اللي قدامكم على الشاشة ده خطاب مرسل وده خطاب رسمي من الاتحاد الافريقي من خلال لجنة الاندباط بقيادة وبرئاسة رامون دهاج الى السكرتير العام للاتحاد المغربي السيد طارق نجم بيقوله فيه ان الامين العام ان رامون دهاج رئيس اللجنة عيسى سمع من بركينة فاسق العضو السيد يوسف علي من جزر القمر عضو السيد مصطفى من برونزي عضو اعضاء لجنة الاندباط عقدوا اجتماعي يوم 8 مايو وشافوا الوسائق الآتية ايه الوسائق دي؟ دي ووسائق بتتعلق بيه تقارير مراقبي المباراة وتقارير المنصق الامني ركزوا في المعاني المكتوبة تقارير مراقبي المباراة وتقارير المنصق الامني المنصق الامني في التارير قال ايه؟ بصوا في الفقرة اللي تحت اللي هي الفقرة القابل الأخيرة بيقول بعد المباراة خاض العديد من اللاعبين من كل الفريقين الفرحة والسعادة ثم غزت بعض جماهير الوداد لأرض الملعب للاحتفال مع فريقهم في التوقيت اللي كان لعبي شباب مولزاد راحين ليه غرفة خل الملابس السطر القابل الأخير بيقول ايه؟ ده تقرير المرايب الأمني ده تقرير المنصق الأمني مش كلامي أنا مجمع محمد الخامس لديه مشكلة كبيرة في موقع غرف تغيير الملابس التي ليست مؤمنة على الإطلاق لأن المشجعين يمكنهم أن يلقوا ببعض الأشياء بكل سهولة والإدارة المسؤولة عن التنظيم لا تستطيع السيطرة على المشجعين في هذا المكان ده تقرير المنصق الأمني ومرائب المباراة ومسجل في حيثيات لجنة الانضباط طيب نروح بعدها للصفحة الثانية بيتكلم بقى بنا على هذه الحيثيات تم اتخاذ العقوبات التالية واحد اتنين تلاتة اربعة وكل القرارات دي لا تخصنا في شيء قدامك هو على الشاشة دي القرارات اللي تم اتخاذها ما تخصناش في شيء أنا ما يهمنيش ايه القرار او ايه العقوبة ده أمر شخصي لكن انا بتكلم على المنصق الأمني قال ايه في التقرير قال المكان اللي عند غرف خلع الملابس مكان غير مؤمن وبالتالي ده مكتوف في تقرير رسمي للجنة الانضباط طيب خدوا بالكم يوم 9 مايو ده ده اليوم اللي المكتب التنفيذي اعلن اقامة المباراة النهائية في المغرب يعني خدوا بالكم لجنة الانضباط انعقدت يوم 8 وطلعت قرار يوم 9 وقالت كده وده في نفس اليوم اللي مكتب التنفيذي بياخد قرار عكس اللي بيتكتب او بيتقال من المرأبين طيب نروح ليه 15 مايو اجتماع اخر للجنة الانضباط يوم 15 مايو 22 يعني بنتكلم اول امباراة تم ارسال مخاطبة رسمية من لجنة الانضباط ومن الاتحاد الافريقي بتاريخ 15 مايو الى السيد طارق نجم السجارتير العام للاتحاد المغربي بيقوله ان لجنة الانضباط اجتمعت بخصوص الوقاعة المتعلقة بمباراة الرجاء والاهلي اللي اقيمتهم 21 ابريل تعالوا بصوا بقى ندخل في الحيثيات واللي التحدي او لجنة الانضباط بتقول ان احنا خدنا قرارات بناء على الحيثيات والحقائق اللي ذكرها مرائب المباراة والمنصق الامني بصوا الحيثيات مكتوب فيها ايه المقاعد وانا استعرض كده في الاولاد الملف ده تحديدا اربع اربع صفحات اربع صفحات لجنة الانضباط بتذكر فيها تقارير اللي جات لها من المنصق الامني ومن مرائب المباراة بيقول فيها المقاعد التي كانت مخصصة تم احتلالها او تم يعني جلوس عليها بعض انصار الفريق المنافس والمفروض المكان ده ده المفروض مخصص لدكة الاحتياط للاعب الاهلي في نهاية المباراة تم القاء المزيد من الزجاجات تم استخدام الليزر على مسؤولي اللعبة في الاتحاد الافريقي مكتوب كده تم استخدام الليزر على لاعب الاهلي ومسؤولي الاتحاد الافريقي مش الاهلي بس ده حتى المسؤولين في الاتحاد الافريقي انهارت أبواب الملعب قبل بداية المباراة وتم القفز فوق أسوار الحماية بالنسبة لملعب المباراة وده أدى إلى حضور عدد كبير جداً من الجماهير وأدى إلى زيادة في أعداد الجماهير عكس الموقف الرسمي والقرار الرسمي بخصوص حضور الجمهور في هذه المباراة طيب نروح للولقة اللي بعدها بيتكلموا أن في زجاجات وسواريخ وألعاب نارية تم إطلاقها على مسؤول الكاف وقالوا أن المنصق الأمني طلب من شركة الأمن الخاصة أن هي قادر إمكان تحافظ على الأمن في هذا المكان لكن شركة الأمن لم تستطع الحفاظ أو إدراج هذه الحماية على كل المسؤولين في هذه المباراة قال كمان في نهاية المباراة تم إجلاء اللاعبين من باب الطوارئ من باب الطوارئ مش البوابات الرسمية لدخول اللاعبين قال كمان التعرير أن الليزر تم استخدامه لعرقلة عيون لعبي النادي الآلي خلال مباراة 21 إبريل أمام الرجاء المغربي طيب لجنة الانضباط ركزت في نقطة مهمة جدا من ضمن حيثياتها بص لجنة الانضباط بتتكلم على إيه نص قانوني متعلق بالمادة العشرة من لائحة الانضباط في الاتحاد الإفريقي بيقولك إن اللجنة التقديمية التي تم تشكلها وهي مختصة بمعاقبة من ينتهك اللوايح المتعلقة بالاتحاد الإفريقي هذا أمر خاص بها فقط وليست من مسؤولية أي عضو آخر في الاتحاد الإفريقي بمعنى صح لجنة الانضباط بتقول في نص المادة العشرة نص المادة العاشرة بيقول لجنة الانضباط هي المختصة وهي ليه الحق ان تنظروا هذي التقارير وتقول المرأبين قالوا ايه ومحدش في الاتحاد الافريقي ايا كانت سلطاته او اختصاصاته يعدل على قراراتها او يعدل على هذي التقارير التي تم اصدارها يعني لو المكتب التنفيذ يجيه قالك اصلا التقارير دي مكادش واضحة ده مش من حقك لجنة الانضباط حددت وقالت المشكلة فين بالزبط وقالت ان القرارات اللي بتتاخد بناء على التقارير دي محدش في الكاف يقدر يدخل فيها طيب وقالوا كمان ان المادة 82 من لايحة الانضباط في الكاف ان الجماعيات الوطنية والاندية والمسؤولين والجماهير واللاعبين لابد عليهم من احترام مبادئ الولاء والنزاهة والروح الرياضية والاخلاق يعني بيكلم ان الاتحاد الوطني اللي بيستقبل المباراة دي على الملعب ده والنادي المضيف عليه ان يتحمل كل هذه المسؤوليات خلال هذه المباراة تبقى للمادة 82 من لايحة الانضباط كمان المادة 151 من لايحة الانضباط بتتكلم على ان تنظيم المباراة مسئولية الجماعيات الوطنية اللي هو الاتحاد الوطني وبالتالي يجب على الاتحاد الوطني ان يحترم وينفذ قواعد السلامة الحالية تبقى لواحي الفيفا والكاف كمان بيقول احنا ما خدناش التقارير دي هي الاساس لا ده احنا كمان اتفرجنا على اشريتة فيديو وصور يعني تخيلوا كل الكلام اللي مكتوب ده مش تقارير فقط ده اشريتة فيديو وصور قولوا لي بقى بعد ما استعرضنا كل هذه الحيسيات والورق الرسمي اللي شفتوه على الشاشة باي منطق المكتب التنفيذي بيخالف البنود اللي مكتوبة في قواعد السلامة والامن في تقارير لجنة الانضباط وفي الاخر بيسند المباراة لمكان في كل هذه الخروقات باي منطق يبدو ان المكتب التنفيذي شغال فوادي واللجان المختصة شغال فوادي تاني اشتركوا في القناة